أظهر تحقيق أولي في الاعتداءات الدامية التي وقعت في سيرلانكا وأودت بحياة أكثر من 300 شخص أنها جاءت كرد انتقامي على هجوم كرايست شيرش في نيوزيلندا وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع واحتجزت الشرطة في سيرلانكا شخص سوري لاستجوابه بشأن الهجمات الدامية التي استهدفت كنيستين وفنادق في البلاد ووقف الشعب السيرلانكي صباح اليوم ثلاث دقائق صمتا في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا سلسلة تفجيرات أحد الفصحة الانتحارية الذين وصل عددهم إلى نحو 300 قتيل